اشتركوا في القناة رجال الامن واستخدام التقنيات والمعدات الحديثة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات الامنية الامر الذي من شأنه تعزيز الجهود الهادفة الى حفظ الامن ونشر الاستقرار في كافة ربوع البلاد واوضح رئيس الامن العام ان مستوى خريجي هذه الدورة يعقس المستوى التدريبي المتقدم واستخدام وسائل التدريب المتقدمة للوصول الى مستوى امني احترافي قادر على التعامل مع كافة المواقف وما تتطلبه من استعدادات وهنأ رئيس الامن العام الخريجين على اجتياز هذه الدورة مشيدا بالاداء الرجلي المتميز الذي قدموه خلال حفل التخرج من جهته القائم بعمال قائد قوة الامن الخاصة كلمة اشاد فيها بالتوجيهات والدعم المستمر الذي تلقاه القوة من معالي وزير الداخلية لافتا الى ان الهدف الاساس من العملية التدريبية زيادة كفاءة رجل الامن واعداده الاعداد الامثل الذي يمكنه من القيام بواجباته واداء مهامه في اصعب الظروف معربا عن شكره وتقديره للدعم الذي تتلقاه قوة الامن الخاصة من قبل رئيس الامن العام من خلال المتابعة الدائمة وفي ختام الحفل اقام سعادة رئيس الامن العام بتكريم الاوائل مهنئا بالنتائج الطيبة التي حققها الخرجون بما ينعكس على ادائهم في تعزيز الامن متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة